متحور اوميكرون وصل الى اسرائيل اصابة مؤكدة وثلاث عشرة اخرى قيد الفحص الحكومة ومن منطلق السيطرة على الفيروس ومنع تفشيه اتخذت سلسلة من القرارات على رأسها اغلاق الحدود امام جميع الجنسيات باستثناء الاسرائيليين وهؤلاء بدورهم سيخضعون لحظة عودتهم لفحوصات محجر طبي حتى من تلقى المطاعم امس قررنا اتخاذ اجراءات صارمة بهدف الحفاظ على اسرائيل محمية من الخارج ومفتوحة من الداخل كلما زادت المعرفة لدينا اصبح بمقدورنا ملاءمة خطواتنا ما اطلبه من الجمهور هو الصبر والاندباط هذه الاجراءات السريعة تأتي لكسب وقت ثمين للخبراء للتأكد من عدة سائلات مهمة هل المتحور الجديد يملك الحصانة ضد التطعيمات وما مدى قدرته على العدوى وهل هو اخطر على المصابين من المتحورات السابقة اكثر ما يقلقني بالنسبة لمتحور اميكرون هو قدرته على الانتشار والعدوى فالمؤشرات تظهر انه اقوى من دلتا وثانيا مدى خطورته على المصابين وطبعا الامر الاهم قدرته على التغلب على اللقاحات فهذه مسألة خطيرة اذا ثبتت صحتها وفيما تتخوف اسرائيل من وصول اصابات جديدة بمتحور اميكرون اليها من الخارج باتت هي نفسها مصدر قلق لدول اخرى حيث اعلنت سويسرا منع دخول الاسرائيليين اليها بعد اعلان تسجيل اول اصابة في اسرائيل بينما راهنت الحكومة الاسرائيلية على اللقاحات كوسيلة مثل القضاء على كورونا تتخوف من قدرة المتحور الجديد على اصابة الاشخاص الذين نتلقى والتطعيمات مما قد يعيد الاوضاع الى المربع الاول في الوقت الذي تجد صعوبة في اقناع مواطنها بتطعيم الاطفال فوق سن الخامس نضال كان يعني سكانيوز عربية القدس ترجمة نانسي قنقر